الوقت هنسيب حضراتكم مع موجز لأهم الأنباء الثامنة صباحا مع هالة فضلي هالة شكرا عبدالصمد التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينج موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم من أجل تعزيز سرعة الأداء خلال النظر في القضايا جاء ذلك خلال اجتمال الرئيس السيسي مع وزير العدل المستشار عمر مروان تناول متابعة جهود الوزارة في سرعة إنجاز القضايا المطروحة بالمحاكم وعرب الرئيس السيسي عن تقديره لجهود القضاء في سرعة إنهاء قضايا المواطنين معربا عن التطلع إلى مواصلة هذا الأداء الكف بحيث يتم الانتهاء من القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية خلال العام القضائي الحالي وخلال الاجتماع طلع الرئيس السيسي كذلك على الموقف التنفيذي لإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتمعاً لاستعراض مقترحات تطوير الصورة البصرية للطريق الدائري وفي مستهل الاجتماع شار رئيس الوزراء إلى تكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي في وقت سابق بأن تتولى كلية الهندسة بجامعتي القاهرة وعين شمس وضع تطوير حضاري لتطوير الصورة البصرية للطريق الدائري وذلك في ضوء التجهيز لافتتاح المتحف المصري الكبير واستعرض الاجتماع مقترحي الجامعتين لتطوير الصورة البصرية للطريق الدائري حيث وجه رئيس الوزراء باستكمال الدراسات التفصيلية لكل منطقة مشيراً إلى أن المقترحين من الممكن أن يتكامل معاً لإخراج صورة حضارية للطريق الدائري اتهمت روسيا أذربيجان بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار مع أرمينيا والذي أنهى الحرب بين البلدين في 2020 عبر السماح لقواتها بعبور الخط الفاصل وتخود أذربيجان وأرمينيا منذ عقود نزاعاً مسلحاً للسيطرة على منطقة ناجورنو كارباخ وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن وحدة من القوات المسلحة الأذرية اكتازت الخط الفاصل في منطقة شوشة في انتهاك لوقف إطلاق النار المبرم في 2020 أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أنه لا توجد مؤشرات إلى أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية بعد إعلان موسكو نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا وقال المكتب الصحفي لوزارة الدفاع في بيان إن البنتاجون رأى تقارير عن إعلان روسيا لافتاً إلى أنه سيواصل مراقبة الوضع وأضاف البنتاجون أنه لم يرى أي سبب لتعديل وضعه النووي مشدداً على التزامه بالدفاع الجماعي لحلف الناتو أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في ولاية ميسيسبي نتيجة للدمار الواسع الذي شهدته الولاية بسبب الإعصار المدمر الذي ضربها ولقي 25 شخصاً على الأقل مصرعهم إثر الإعصار المصحوب بعواصف رعادية وأمطار غزيرة امتد لمصار يزيد على 60 كيلو متراً ملحقاً أضراراً في كثير من البلدات وقالت إدارة الطوارئ في الولاية إن أربعة أشخاص على الأقل فقدوا وأصيب العشرات في حين انقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف في ميسيسبي وألباما وتانيسي شاركت مصر في الجلسة الختمية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه وعرض وزير الموارد المائية والريهاني سويلم نتائج الحوار التفاعلي حول المياه من أجل المناخ والقدرة على الصمود والذي عقد برئاسة مصرية يابانية مشتركة وفي كلمته أمام الجلسة أشار سويلم إلى أن الحوار التفاعلي تناول قضايا المناخ المرتبطة بالمياه وتدابير المختلفة للتعامل مع التحديات المائية وسبل اتخاذ إجراءات ملموسة في هذا المجال نجحت البعثة الأثرية الأمريكية التابعة لجامعة نيويورك والعاملة بمنطقة معبد الملك رمسيس الثاني بأبيدوس بسهاج في الكشف عن أكثر من ألفين من رؤوس الكباش المحنطة تعود للعصر البطلمي بالإضافة إلى مبنى ضخم من عصر الأسرة السادسة وكشفت البعثة أيضا عن عدد من الحيوانات المحنطة بجانب رؤوس الكباش ومنها مجموعة من النعاج والكلاب والماعز البري والأبقار والغزلان وحيوان النمس التي يوثر عليها في إحدى غرف المخازن المكتشفة حديثا داخل المنطقة الشمالية للمعبد انتهى موجز التاسع وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل